العملية الخامسة صفحة 33 قامت المؤسسة في 6 واحد بتأثيث المحل أي أنها حصلت على أصل جديد هو الأثاث والذي قام بهذه العملية شركة تسمى بشركة شمسان مقابل مبلغ 60 ألف ريال إذن الأثاث الذي تم الحصول عليه قمته 60 ألف ريال دفع من هذا المبلغ نقدا مبلغ 20 ألف ريال لكن الباقي أصبح دينا على المؤسسة لصالح مؤسسة أو شركة شمسان لأن هناك مبلغ متبقي على الحساب أو بالأجل نلاحظ من هذه العملية أن الأثاث يمثل أحد استخدامات الأموال لدى المؤسسة حدث به زيادة مقدارها 60 ألف ريال وفي نفس الوقت حدث نقص في الصندوق بمقدار المبلغ المدفوع منه وهو 20 ألف ريال فقط بينما أن شركة شمسان لم تحصل على كامل المبلغ المستحق لها ومتبقي لها الآن مبلغ 40 ألف ريال إذن شركة شمسان تصبح دائن بالنسبة للمؤسسة وهذا الدائن أسميناه قبل ذلك بالتزام والالتزامات أطلقنا عليها كلمة الخصوم والخصوم جزء من مصادر الأموال إذن حدث لدينا زيادة في مصادر الأموال عبارة عن الدائنون وهي شركة شمسان إذن هذه العملية قد أثرت على الجانبين جانب مصادر الأموال وجانب استخدامات الأموال وهنا جانب استخدامات الأموال به عنصرين متأثرين هما عنصر الأثاس وعنصر الصندوق إذن هذه العملية تؤثر على جانبي معادلة المحسبة المصادر والاستخدامات فبالنسبة للاستخدامات نجد أن هناك استخدام جديد وهو الأثاس والتجهيزات وزادة بمبلغ ستين ألف أو ظهرة كاستخدام جديد بينما أن الرصيد النقضية بالصندوق قد انخفض بمقدار العشرين ألف ريال التي دفعت لشركة شمسان ويصبح رصيده الجديد مئة ألف ريال لدينا أيضا زيادة في مصادر الأموال تأثر هذا الجانب أيضا حيث نشأ التزام جديد على المنشأة هذا الالتزام نسميه الخصوم والخصوم يتمثل في هذه الحالة في الدائنون ويمكن أن نكتب بجوارها اسم الدائن وهو شركة شمسان وهي دائنة الآن بمبلغ أربعين ألف ريال بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة التي تنص على أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية نبدأ بجانب الأصول نجد أن البنك كان في العملية السابقة بتلتمية وثلاثين ولم يتأثر فيظل كما هو بينما أن العنصر الثاني وهو عنصر الصندوق كان به مبلغ مية وعشرين ألف ريال تم سحب منه مبلغ عشرين ألف ريال وتم دفعهم لشركة شمسان فيصبح رصيده الجديد مبلغ مية ألف ريال فقط هناك عنصرين لم يتأثر أيضاً وهما عنصرها المباني والعدد والآلات مية ألف ميتين وخمسين ألف لكن ظهر أصل أو استخدام جديد وهو الأثاس والتجهيزات زادة بمبلغ أو بمقدار المبلغ الذي تم به الحصول المنشأة على الأساس وهو مبلغ ستين ألف ريال أما جانب الخصوم فسوف نجد أن هناك دائنون عنصر جديد لم يكن موجود سابقاً وهو المتمثل في شركة شمسان بمبلغ المستحق أو المتبقي لها نحن حصلنا على أثاث بمبلغ ستين ألف ريال دفعنا منهم مبلغ عشرين ألف إذن المتبقي على المنشأة مبلغ أربعين ألف ريال لشركة شمسان بينما أن حقوق الملكية قد تمثلت فقط في رأس المال وهو ما زال كما هو بمبلغ تمنمائة ألف ريال نلاحظ الآن أن هذه العملية قد أثرت على جانبي المعادلة فالأصول تأثرت وكذلك الخصوم وحقوق الملكية قد تأثرت بالنسبة للخصوم ظهر فيها بند جديد أدى إلى زيادة الجانب ككل وكذلك جانب الأصول حدث به تأثيرين حدث به زيادة في أحد الجوانب أو أحد العناصر بمبلغ ستين ألف وانخفاض في عنصر آخر بمبلغ عشرين ألف إذن الأثر على مستوى هذا الجانب هو أيضا بالزيادة حدث هنا زيادة بمبلغ أربعين ألف ريال هي نفسها الزيادة التي حدثت في الجانب الآخر نتذكر أن مجموع الجانبين في المعادلة السابقة كانت تمنمائة ألف إذا قمنا بجمع الجانب الأيصر من هذه المعادلة سنجد أنه أصبح تمنمائة واربعين ألف وإذا قمنا أيضا بجمع جانب استخدامات الأموال سنجد أنه أيضا أصبح تمنمائة واربعين ألف ومازال الجانبين متساويين وهذه العملية أثرت على الجانبين الجانبين حدث بهما زيادة كانت القيمة القديمة في كل جانب كانت تمنمائة ألف حدث زيادة بأربعين وأربعين فتصبح القيمة في الجانبين تمنمائة وأربعين ألف ريال نأخذ هذه العناصر ونقوم بإدراجها ضمن قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي تأخذ كما سبقت الإشارة شكل حرف T باللغة الإنجليزية الذي يقسم الصفحة إلى قسمين أو جانبين في الجانب الأيمن هو الجانب الأيمن من المعادلة وكذلك الجانب الأيصر هو الجانب الأيصر من المعادلة نكتب اسم القائمة وهو الميزانية ونحن اليوم في تاريخ ستة واحد نكتب الجانب الأيمن وهو الأصول والأيصر هو الخصوم وحقوق الملكية نجد الآن أن جانب الخصوم وحقوق الملكية ظهر به بند جديد وهو شركة شمسان أو الدائنون ومستحق لها المبلغ المتبقي لها وهو 40 ألف ريال بينما أن حقوق الملكية لم تتأثر وكان بها رأس المال كما هو 800 ألف إذا قمنا بجمع هذا الجانب نجد أنه قد زاد بمبلغ 40 وأصبح تلقيمة الجديدة 840 ألف ريال وهو مصادر الأموال الجديدة نأتي للجانب الآخر وجانب استخدامات الأموال نجد أن البنك لم يتغير وهو مبلغ 330 ألف ريال بينما أن الصندوق كان به مبلغ 120 ألف ريال سحب منه مبلغ 20 ألف ريال دفعت لشركة شمسان يتبقى به 100 ألف ريال المباني والعدد والآلات لم تتأثر فهي كما كانت 150 ألف وظهر بند جديد وهو الأثاس والتجهيزات بمبلغ الذي تم به الحصول على الأثاس وهو 60 ألف ريال إذا قمنا بجمع هذا الجانب أيضا سنجد أنه 840 ألف ريال وهو استخدامات الأموال وما زال أيضا استخدامات الأموال تتساوى مع مصادر الأموال